السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخضرة النشفة دلوقتي انا هفتح الحزمة او الربطة وهنقي منها اي حشائش غريبة او اي حاجة بايزة اي حاجة مش عايزيها شليها هفتح بقية الربط وهنقيها كلها وهوريكي هعمل فيها ايه بصوا معي يا حبيبي كده انا هنا فتحت الربط كلها ونقيتها من اي حاجة مش عايزيها هجيب بقى طبق كبير اي وحطهم فيه اي وهبدأ اخسلهم بصوا تينا هبدأ اخسلهم مرة واثنين وثلاثة لحد تينا دي ما تروح خالص اي وهرجع اقولك هننقعها بايه بسم الله اي بص انا كده خلاص التينا كلها نزلت من الخضرة بتاعتي غسلتها مرة واثنين وثلاثة لحد امتأكد ان المية تنزل منها مفهاش تراب او تينا هبدأ اي اغمرها في المية وكمان هحط عليها نص كباية خل وهسيبها تتنقع بقى لمدة عشر دقيق كده وخمس دقيق وبعدين هشتفها شطفة اخيرة بقى هنزل منها الخل ده خالص واحطها في مصفة وارجعلك ان شاء الله خليكي معي بسم الله الرحمن الرحيم بس عيون اخلاص الخضرة بتاعتي شلتها من النقع وغسلتها كويس وصفتها كمان من المية وحطتها كده على فوت نظيفة ونشفة عندي وفررتها بالشكل ده هبدأ اطبطب عليها كده بالراحة عشان ما كسرهاش اشيل اكبر كمية مية ممكنة وبعدين هحطها تحت مروحة او تحت شباك مثلا يكون مدخل هوا انا عايزة المية دي نشفة خالص خالص مش عايزة فيها نقطة مية لان لو حطتها فيها مية هتسود منك وهتتبل هسيبها بقى تنشف وهرجع لكم تاني خلاص يا حبيبي الخضرة بتاعتي نشفة خالص ما عادش فيها مية بصوا كاني لسه جايباها وزي ما قلتلك لما تجيب الخضرة ما تجيبهاش مبلولة اشتريها نشفة هبدأ بقى قطع العيدان الكبيرة دي الخضرة ما شاء الله اليومي الدول طويلة كده العيدان بتاعتها طويلة احنا هنقصه كده نقص العيدان اللي مفهاش ورق هتبدأ تقطعيها بأي طريقة بتريحك سواء على روح التقطيع او بايدك كده بشكل بسيط بالسكينة او تقصها بالمقص هوريهالك بس ان هنا قطعت البقدونس والكزبرة هقطع عليها كمان الشبت وهوريهالك بسي بسم الله الرحمن الرحيم انا هعبيها اهو في الاكياس على قد الكمية اللي انا بحتاجها لكل طبخة كل واحدة عارفة بتطبخ قد ايه او بتحتاج قد ايه اه كمان اه زي ما قلتلك اه هتطلعيها المحشي لسبانخ لكرنابيت اه بس ما تطلعهاش ما تنفعش الخضرة دي ما تنفعش للسلطة السلطة عايزة حاجة فريش انا هعبي بقى كل الكمية بتاعتي في اكياس كده على قد الطبخة بتاعتي وهرجعلك ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم خلاص يا حبي انا عبيت الخضرة بتاعتي كلها اهي على قد الطبخة اللي انا هتبخها هبدأ افضي منها الهوى خالص كده هرسوهم فوق بعض واحطوهم في علبة ودخالهم الفريزر على طول وبكده يبقى احنا فرزنا مع بعض الصلصة وورق الكرومب وكمان الخضرة حكتك في بيتك ما تأثرش في بيتك ابدا ان شاء الله بإذن الله عندك عزومة عندك مشوار تعمليه وحكتك موجودة عندك ويا رب تكوني استفدتي وما تنسونيش من الدعاء لعل الله يستجب لكم وبتمنى منكم تنزلوا وتعملوا لايك وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان وصلكم كل جديد وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة النوم